وإلى هذا الخبر العاجل حيث أعلنت قوات الحوسي أنها أطلقت صاروخاً باليستياً على مطار بنجاريون الإسرائيلي لدى وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو هذا وقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفذت ضربة القاتلة التي استهدفت الأمين العام لحزب الله حسد نصر الله بعد أن علمت أنه سيجتمع مع عدد من كبار القادة في مقر القيادة المركزية للجماعة تحت الأرض في الضاحية الجنوبية للبيروت في الوقت ذاته أكدت نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس أكدت أن لديها التزام لا يتزعزع بأمن إسرائيل مؤكدة أنها ستدعم دوماً حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها من جهتها دعت فرنسا إلى وقف فوري للغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان وأكدت معارضتها لأي عملية برية إسرائيلية في لبنان